الأخ مبروك من بن يوليد يسئل عن إمام مسجد لا ينفذ كلام الأوقاف ما حكم الصلاة وراءه حكم جائز ثم ذكر إذا كان المصلون مثلا يرون ما يفعله خطيرا عليهم كما قال عدم الالتزام بالتباعد أو عدم الالتزام بالكمامة لهم أن يراسلوا الأوقاف ليجبروه على الفعل أو يجبروه على التنحي مثلا فترة معينة إلى أن يفعل ما يأمرونه به فالصلاة وراءه صلاة صحيحة أما مسألة عدم الالتزام هذه مسألة أخرى لا علاقة لها بالصلاة لو كان مثلا قالوا لنصلي بهم فاتحة أو صورة وقال لا ولا ينين بنصلي صورة بيس نقول لهذا الأمر لا علاقة بالصلاة ويبطلها فلا تصلوا وراءه أما أمروه بالفتح متأخرا هو يفتح مبكرا أمروه بالتنظيف وهو لم ينظف أمروه بعدم التنظيف وهو ينظف فهذه كلها أمور خارجة عن مفهوم الصلاة وعن أركان الصلاة وعن شروط الصلاة فلكم أن تصلوا وراءه ولكم أن تجبروه كما قلنا بالنصيحة أو بالإكتار عليه في النصيحة أن يستجيب فإن لم يستجب يمكنكم أن كما قلنا تراسلوا الأوقاف ليوقفوه عن هذا الفعل ترجمة نانسي قنقر